اشتركوا في القناة انكم لازم اتبعوا من البداية للنهاية ليش لان سؤال الحلقة بيكون واحدة من المعلومات راح ارميها يا انا يا عبدالله حتكون كذب رسمية من اباطمة طلعينها محمد يعني محمد يتوقع انه هو اقوى مني في السيرتش بس انا اقوى واحد في السيرتش يعني انا لدرجة انه اذا اي حد من ربعي يبي اي شيء في الدنيا يبي ملابس يبي دوة يبي اي شيء من الانترنت انا افضل واحد يسرش لانا الاضعيف اللي جنبي يسرش فقط باللغة العربية انا يسرش بثلاث لغات مينموم اظن والله تعالى اعلم ان عبدالله في اللقطة الماضية كان يهرث بما لا يعرف ويهدي بما لا يعلم اليوم انا هفرض عضلياتي رسميا وتحدي اليوم هو عشر معلومات في عالم ال حيوان قويها حيوان اللي راح يصير معلومة بمعلومة ايوة كنت مجهز الشيء بس نسيت طب شو هنعمل كيف هنبدأ تبدأ انت ولا نبدأ انا ولا شو مزان مادر كيفك حجرة او 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 اغسل يالله حجرة ورقة ميقص يالله بدأنا انطلع هالت تليفوني المعلومة الاولى عندي عبدالله اه اوكي بتخاف من سبك القرش انا اخاف من كل شي عيش في البحر وما اكل اي شي عيش في سلم علي اقسم من الله اني زي زيك والله والدريب ان انتفقنا في بداية البرنامج انا وعبدالله مبناكل سيفودة على الاطلاق على الاطلاق مبناكله وهذا لانو احنا فوزنا بلاقب انو احنا المتذوقين الاقوى في العالم على المستوى العالم 2019 و2020 طيب يا جماع انكمل وابتلي انك بخاف من السبك القرش صح؟ طيب خذ هذه المعلومة الجبارة فرضا فرضا هاجم القرش من القروش المفترسة طبعا اكلة اللحوم مثلا فرضا افرض مثلا مثلا يال توقعت يال شو رح تصرر؟ والله رح اكون خوش عيشة شو رح تصرر؟ رح فكت تهرب ورب الكابلة تهرب شو اهربة؟ ما شير احرب في البحر احس تعيش؟ انتوا يجمع والله العلم مع عبدالله عبدالله وانتوا شرب ازمعوها انشار ما بتصير معكم بس فرضا فرضا صارت لو مثلا هاجم القرش قرش مفترس اياك اللي اللحوم اياك فكت تهرب ورب الكابلة يجيبك ورب الكابلة تعمل سوني وسلم مع عموسين والحمد الاربعين راح يجيبك كيف كيف؟ ورب الكابلة الفكرة وين؟ خليه اقترب اول ما يقترب عنده ثلاث مناطق ضعيفة جدا اضربه فيها اول شي في انفؤ كيف يعني ايه قم قرش كنون؟ قرش ترى ثانيا في عينيه ثالثا في خياشين وهي نقاط ضعفه اذ ضربته هيتشوش إلى حد ما هيتشوش في هادي المرحلة اغرب بس يعني انت هل انت حضرت فيديو لقرش انضرب في انفؤ وعم بيتشوش وغرب منه الانسان؟ ما صارت ما صارت في الاغلاب ما صارت في الاغلاب ما صارت الرمبو ما سواها والله والله هنا علمية علمية والله يا عبدالله تتوقعون هذا هو جواب الحلقة اليوم؟ كيفكم؟ أنا ما أدري أعطيني ما عندك ردها علي أن استطعت أنا أملش بمعلوماتي القوية أسمع كم عدد النمل على كوكب الأرض؟ النمل؟ النمل فصائفية بعطيك رقم للأمانة أنا ما أعرف شو أحسبها أيها مليون مليار نملة مليون مليار مليون مليار دعنا نحسبها مع بعض نستنى البشر سبعة مليار فقط دعنا نحسبها مع بعض المليار كم نكتة؟ كم صفر؟ المليار هو ألف مليون 9 أصفار يا عزدين خليني الملعبين طبعا بل عني ترياضيات أنا أستاذة ترياضيات قوي جدا أنا مهندس معناته 9 أصفار زائد 6 أصفار هذا عدد النمل صح أو لا؟ هذا عدد النمل 10 أصفار اسمع هذه بعد اسمع هذه مين اللي عدهم؟ يعني كل ثمان أشخاص بشر كبشر كل ثمان أشخاص لهم مليون نملة كل ثمان أشخاص مقابلهم مليون نملة يقولك قبل القرن الـ 18 كان وزن النمل على الكرة الأرضية وزن النمل أثقل من وزن الإنس لكننا نحن تجبرنا زدنا كثيرا تزاواجنا كثيرا نعم نعم صحيح و أتينا براق من أثقل و ليس أعلى طبعا هو أثقل كوزن نحن أثقل من النمل اليوم و قبل 200 سنة أو 300 سنة ما كان فيه مشكلة الـ زحمة أربع أضعاف في 100 سنة؟ طيب يا عبد الله عندي معلومة ثانية جاي هاس حتى أخدتها الآن رسميا يلا في ضفدر اسم الضفدر الألاسكي ليش ألاسكي؟ فرو مالاسكا يحسن ألاسكي جماعة هي إحدى الولايات المتجمدة في أمريكا نعم أظن هي قريب كثير من كندا أظنها أوكي أوكي في ضفدر اسم الضفدر الألاسكي بيقولك هذا سنويا بيجمد نفسه من 6 إلى 7 شهور بيجمد نفسه وتتوقف دورة الدموية وكل أطرافه عن الحركة بيجمد نفسه رسميا وعشان لا أعرف بما لا أعرف دعطيك بعلمه بيقولك أنه بتتوقف يأتيه وقلبه والدورة الدموية عن العمل وما ترجع مرة تانية بيشيل الجليد عن نفسه لما يعود الربيع يستيقظ مرة أخرى ويستمر في النمو هالي دورة حياة هذا الضفدر 6-7 شهور بيجمد نفسه وكل شيء يتوقف تخيّى تخيّى بس كنت تعرفوها يا جماعة؟ حيوان متين نعم اسمي عن الفيل اسمي عن الفيل الفيل عندهم نظار معين معناه إنسان إنسان يعني عندهم صوت معين يطلعون على بعض معناته إنسان صوت معين بينهم تخيّى ماذا معناه إنسان؟ يعني مثلا عند المدة تروح عند الفيل مثلا تسمع شو صوت الفيل لحظة شو صوت الفيل؟ اي صح شيء خلّ eens لقي ماذا مثلا مثلا هذه معناّتها أبي أكل و Bruno لا لقد وحدة معناتها إنسان إنسان لا لا في كلمة sometimes هناك بيامزح يعني هناك لغة تخاطم وهي هي team يعني هناك إنسان يعرفون من الصوت هذي انه فيه انسان. ولو تلاحظ بعض الفيديوهات الفيه له هذي يقول مثلا وانا ما اشوف الانسان بس يبدل فيه لهذا يخاف. احنا لو تركز في فيديوهات مرة تعليلنا شديدة. الواحد نادى وقال له فيه انسان في المكاعد. بدون ما ينادي فيه كلمة فيه شفرة بينهم انسان انسان. والله سلم علي. حبيتها والله. سلم علي احسنت وقسم لها معلومة جميلة. نفس ما احنا نقول فيل فيل هم عندهم واحدة. انسان انسان. جبارة ذي. حلو. عبدالله اخذ المعلومة الثالث القويين. سمعني اصدمني. بيقول لك انه اثقل فيل احزر انتش وزنه احزر. ارمي رقم. طن ونص. عشر طن ونص يعني الف وخبسمية كيلو. لا اسف اعطي بلغت. يعني سيارة ونص. اسف انا بلغت صح. اي اوكي طن نص. ووو قوي. عشر الاف وتسامية. يعني 11 طن. يعني 11 سيارة. مهمتها ولا لا. يعني الصدمة بس بلغت الفعلة. نار. خمسة لاندكروزر. خمسة لاندكروزر تقريبا. تعاف حيوان النمس. ببوا بالحارة شخصيتين نمس. بس مش هده النمس يتبوي طلع بواقف. شو يا كاين شو. يعني ما كنا انت تابعتك مليلا ، يعنى ان ما انت اعتبقت زواج زواج و بعدزواج العلاقة الجنسية عادي هي كل عين mysteries إذا لم تتزاوج آآ إذا ما تمت العملية الجنسية فين الأرودة هي نظرين يعني إذا هي wheey تخيلت مودي التزاوج و ما تزاوجت بتموت ..إيه؟ خذ معلومة.. بين الفيل و الحوت آآ الفيل و الحوت carrier فن بين الفيل و الحوت كيف تتعمل يعني آآ وزن إلسان الحوت الأزرق يعادل وزن في إيل؟ إيه؟ 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 خذلك معلومتين وايد سريعتين وايد واحدة عن الكوالا واحدة عن الزرافة بس هي كيوت والأغلب يمكن يعرفها عشان شي بقولها بسرعة بصمة الكوالا تطابق بصمة الإنسان بالضبط لدرجة أن في ساحة الجريمة لو في بصمة الكوالا يتلخبطون الشرطة معرفهم مين هذا الشخص؟ أي شخص فيهم؟ يعني مين الشخص موجود في المكان اللي أصابه موجودة؟ صح؟ وبالنهاية الكوالا كوالا جبارة المعلومة ومعلومة الزرافة اللي على السريع أيوة تشفت رقبتها من وين لي وين؟ ما يحتاجك لطولها طويلة معروف الزرافة ما لها صوت ما تتكلم ما تتكلم ما تتكلم ما تتكلم ما تتكلم ما عندها أحبال صوتية ما أحبب أقولها تصدر حياك تخيل على طول رقبتها ما في أحبال صوتية يه؟ يعني اضربني أي هي ما تتكلم تقول أي شو بتحكي طيب؟ تخيل ما؟ ما في يعني اضربني هاي الزرافة يعني هاي الزرافة هاي الزرافة طف يلا اه أه خاطئ 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 إذا الفيل الفيل الدب عنده كلمة حق إنسان إنسان ما في زل ما في ما في ما في ما في ما في ما فرده تفعل ما أسمع اسمع معروف الزرافة كتس حوش؟ بل الزرافة تانية؟ برقاب أنا والله ما قرت ألمعلومه شخي ما فيديوات قتل هذا إيه سمع سمع الصوت شدي أم الله طبعاً رأبتها مليان جبرود ايه تخير معلومة جبارة يا الجماعة انا متأكد من لا عبدالله ولا كل فريق العمل اللي هم بيعرفها هل تعلم انه سطح الكرة الارضية سطح الكرة الارضية في اقصى منطقة عم قيلو تصل الى 12 كيلو متر تحت الارض ثم تصل اللب الكرة الارضية 12 كيلو وهي منطقة طبعاً الحارة انا بركين مفوضة ما فيه كائنات حية في هاد العمق ما فيه بس فيه الى عمق معين فيه كائن هاي واحد يعيش على عمق 3 كيلو نص تقريباً تحت الارض 2 ميلو 3.6 كيلو متر تحت الارض اعمق حيوان اعمق حيوان اعمق كائن حي 36 ملعب كروت قدم تحت الارض هيك 36 استاد خليفة 36 استاد لوسيل اه هي تحت الارض 3.6 كيلو متر اعمق يستعمل الحرارة طبعاً مستعمل الحرارة واشوف اسمه اسمه مرعب دودة الشيطان دودة دودة الشيطان ان شكّلها وشكّلها حيوان حف صورة شكّلها شكّلها مستويس جداً كيف عاش يوماً الحياتها ملعب مش كلاً ان حرد اقعد خيل حياتي شي دي حروا عتم عتم كينفش ويش كينفشو وشكيها مستفز حطه صوريبته كينفشو استغفر الله عظيم استغفر الله العظيم على خلق الله اسمع المعلومة الخطيرة ذي ها تبسطني مالكوش ويها تبسطني ها تبسطني هذي هذي توقع انها اقوى 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 معلومة اليوم ايش ايوا والحلو فيها ان بنحط لها فيديو جبار ايوه طيب من هو الحيوان؟ صاحب اللكمة الاسرع في الكرة الاضح ها ها لك ميو في البحر اخطبوط مثلا هيك الاخرات تشكلي لا والله راح تنصدم والله راح تنصدم أسهل له بس أهل بس أهل له شي ناكله ايش؟ ناكله؟ ايش يبناكله؟ اه وفي البحر؟ اه لا ويحبون الناس بعد يال 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 روبيان داينامي تشرب بس مو داينامي تشرب لنطلبها من مطعم لا طبعا هو اسمه مانتس شرينب أسرع لكمة سأقدر كم قوة اللكمة 1500 ن playing 2500 ن معقول إن إنسان أقوى؟ لا يا ضعيف تحت المهار 1500 والنزل في أمر آخر يا عبدالله إنسان بحجم الإنسان فطبيعة تكون قوة تها هيك هذا حيوان بدي يكون هيك طولة يمكن ولا شو هذا فتطلع منه هاي القوة تطلع منه هاي القوة اسمح هذي ها سرعة لكمة الربيان أسرع من الرصاصة ولذلك قادرة على كسر القوقعة هذي مالة البحر القوقعة دي واسمح هذي يكسر الزجاج من الليكويريوم تخيبت لا بتريب خطوهاش في انا ما شفته انا ما شفته لحد يقولي انا شفت الربيان من يابل لا طبعا هذا النوع اسمه مانتس شيء مستحيل لو كان في بيتكم كان بيلا عند شكلك بوف 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 مايرحم شوف الفيديو مايرحم مايرحم بولفت بتاكل ش بتاكله؟ آآ أكل هذي كان يعني وايد ولدان وايد صوصات وشيدي وما أكل أي شي عشرت تسلم علي أضعفك ما أضعفك فلت تذوق في فرق أنا لما اذهوق اخذ فلوس إزين من قوة ضربتها هشو اجزاء من الثانية راكز على ضربتها هي جزء من الثانية صح؟ ها في أجزاء من الثانية توصل من قوة الضربة حرارة الضربة كحرارة الشمس طبعاً أجزاء! 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 هذب الكنور! كرون الفن! جزء من الثاني الجزء من الثاني توصل أحر أقوى قرصة في العالم إيش؟ أقوى قرصة لسعة 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 إلا قرصة؟ لسعة لسعة معقول مش تعبان؟ هكذا قد يخطر لبالك في أول وحده صح ولكن لا في عالم يجمعها اسمه جاستن شميت شغلته في الحقيقة انه يتعرف للقرصات ولسعات الحيوانات جديد ولا قديم لان في واحد مينون نحن في اليوتيوب في اليوتيوب بس ما اظنش هذا عالم متخصص انا تتكلم عن كيوتي بيترسن جديد هو بيحكي عن رحمة قديمة اه انا متكرر عن عالم متخصص مش يوتيوبر شغلته في الحقيقة انه يتعرف للسعات ويصنفها فصنف الحيوانات اللي بتلسى على اربع تصنيفات في مركز الاول حط حيوانين بل هم حشرتين اذا ان وين رحنا؟ للحشرات بعضنا عن الزواهف اللي هي الافعال اللي كانت في بالاس صح اه عقرب اسم حركة الفيلم ام خطأ نوع من انواع العقرب ايه خطأ انها رسميا النملة الرصاصة هيك اسمها كيف شكلها بلارون اياها؟ بحطول صوتها بحطول صوتها بحطول صوتها جمعها اوكي اوه هذي هي اول شي هاي نملة الرصاصة هذي هي اسمع عنها معلومات بقولك تسبب الام شديد جدا لدغتها مليئة بالسم طيب اللي بتعرض لها رح يتصيبه الام مبرحة جدا لمدة تتراوح بين 12 الى 24 ساعة تستمر مع الالم شوف اول شي بقولك اول شي وين موجودة هذي النملة الرصاصة؟ تكتر في الغابات المطيرة الواقعة بامريكا الجنوبية اذا بعيدة عنها الحمد لله لدغتها هي الاكتر ايلاما في العالم من بين مثيلاتها من باقي الحشرات بقولك تجربته لما لمسته لما قنصته الم خالص ومبرح وحاد مثل السير على فحم مشتعل وقد غرس في كعبك مسمار طوله ثلاث بوصات يخربيتها شو اقصر شو الكلام المرعب اقصر بلين هو كلام مرعب طيب تخيل من معها في المركز الثاني ولكن وصلت في نفس المستوى المستوى الرابع اسمه دبور اسمه الدبور صائد عن كبوت الرتيلاء ترانتو لحاوك هل تعلم انه في الامازونيات في هذه كمرة مما كانت؟ الرجل عشان يصير رجل يعني الشاب يبلغ قفاز عشبي مليام بوليت أنت نمل رصاصة طبعا يرقص فيه لأعزم اه اه النمل هذا البوليت أنت بيحط عليهم دخان فبيدوخوا بيحطوهم جوه القفاز بعدين بيبنسوا القفاز بس النمل يستيقظ ببدا يرقص فيه لازم يقعد يرقص لازم يقعد يرقص لازم النمل يقعد يرقص هنا يرقص لازم الرجال يقعد يرقص ونمل عبقرص فيه ويتعمل هيك رجل يستحق يتزوج يستحق يرقص يتزوج بدون يد عشان العبس احنا رجال ولا لا انا في هالحالة لا حتى يستحق ان يطفر بامرأة اسمع المعلومة هذي ايوه بتعجبك انتدر ان فيه وايد انواع وايد فصائل للقرود اخيرا الحمد لله معلومة عن القرود في حقق اليوم جميل ايوه في فصيلة واحدة اسمها فصيلة البراثيون هم من اذكى انواع القرود يستخدمونهم من الجيش الامريكي الجيش الامريكي؟ طبعا اوف لا درجة هذي يستخدمونهم كالجواسيس يزرعونك يا مرة هني بس القرد ذاكي لدرجة انه يعني اعارف المهمة اللي عنده شو ذكاء الجبار البراثيون هذا؟ في ذكاء خارق في الفصيلة هذه فراثيون فصال يستخدونهم في الحروب جبارة او لا؟ بذمتك جبارة او لا؟ جنون وعظمة المعلوم والله خدم عمل الجبارة الافاعي بخافينهم يا عبدالله؟ طبعا بيؤتلوا او لا بيؤتلوا؟ مفروض كم تقريبا نسبة اللي بيؤتلون في العالم وفية الافاعي والله يعني اتوقع سنويا سنويا تسعمية شخص تسعمية شخص؟ ميت الف ملعبين لست خليفة ملعبين لست خليفة عبيهم ملعبين فللهم وفية كلهم وفية في غضون سنة 365 يوم اكيد كلهم في امريكا الجنوبية لا هذه المعلومة الثانية المهمة خمسين الف منهم بمعنى اخر نصف خمسين بالمية وين؟ في الهند صاح يتعاملوا معهم وايه بالكوبرا وبالكوبرا وبالنوع من انواع العروض بيعتبروهم وبالتالي واختار افعاد تقتل تقوبرا رسميا كيف نعلوم وهو جبارة الهند نصف البشرية بتموت فيها من أفاعي ونصف الاخر موزع حول دول العالم كل هذا معلومة جبارة والله اقول لكم معلومة عن حيوان ممكن تتوقع ان هي الدرجة كيوت حيوان القندس القندس أعرفت؟ يخلي ديلا كأنا في وفل كأنا وفل هو وفل الو سنين أظنني يأطيك هذي لما ينام يمسك يد حبيبته أو زوجته علشان لما يجي موج البحر يأخذهم مع بعض حيوان يأكد أنجد؟ لما ينام ما لك عضلة تتأثرت وصراحة شيء وايد 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 رومانسي لأنك سنجل خلي 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 الآن على وجه الكرة الأرضية إيش أكثر فصيلة حيوانات موجودة؟ طيور؟ لا لا سهلة سهلة فصيلة أجوابك أنا فديات؟ لا 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 أسمعك سلم عليك ربك مخطأ 80% من حيوانات البشرية حشرات ضائفة حشرات يا عز يا جبار حسن تأطيني إيدكتاتها تعبزوا لهم خلي أسلم عليك بسرعة بس الإيد لو سمحت عشان أسمع أسمع نهاية الحلقة محمد عدنان عبدالغافري إيد عز أسلم نحن دائما نبضل من الغراب أنه هو حيوان شؤم نعم حتى في غيمة ثرونز صحيح بس الحقيقة هي أن طيور الباشق هي الطيور اللي فعلا لو بنبي نرمز نرمز لها هي بالشؤم طيور الباشق خطونا صورته يا جمال ليش حطلك صورته أنا بعطيك قصة بتقول لي آه ها أنا أقول لك من الباشق سمعت؟ سمعت بمسنسل الكواسر خلي الكواسر حاتم علي رحمة الله علي شنو أكبر الأمور؟ طيب أدرنا كثير لا 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 مش حاتم علي الكواسر كان نجد أنزور وكان في شخصيتي اسمه الباشق أقسم بالله حط المعلومة وقال لها خذ خلاص بردت عندي بردت صارت ثلث هنعيد حيوان الباشق طيب الباشق بدون ما يحطو لك صورته بعطيك شي ستوه في 2020 بتقول لي آه ها أيوه شنو الأمور يسوت في فينشن طبعا غير كوفيد نينتين من الأمور اللي تراجدتي لا تقول لي إنه شو اسمه القرض لا من الأمور اللي صارت عطني خبر صار فعلا في 2020 من الأمور سيئة اللي صارت طبيعيا غير موضوع الكوفيد حرائق كثيرا شكرا حريق استراليا آه حريق استراليا من المتسبب الباشق لا 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 تمسح الباشق باللهي عليه ايه؟ هو المسؤول عن انتشار حرائق الغابات في استراليا حيث تتعمد فعل هذا لإخراج فريستها من الجحور متخيل النذال اللي فيها تتعمد تسوي تدري أنت عارف طبعا في الغابة بسم بالله إنه مصروق فعليا ما تعرف إنه هي سبب في حراق استراليا اللهي لا أعلم آه بس أنا عاصفة أنا على بالي المعلومة فعلا قديمة وسهلة يعني لأن انتشرت معي حراق استراليا تأخذ شرابة النار أيوة؟ بتأخذها لمكان ما فيه نار وتزدتها ولات استراليا كلها بسبب الطيون اللي حرق استراليا طير باشق الحيوان عشان مصلحته الحيوان هو حيوان طلع اللي داخل ما يدرنا طلع العالم اللي بيوصل وهيك جماعة بكون وصلنا لانهاية حلقة تحدي المعلومات أنا أعطيتكم معلوماتي وعبدالله رمى من عندك معلوماته من كاتب معلوماته أقوى يا جماعة كنا بخاف تعليقات والأهم من كل ذي مسابقة الألف دولار شون تربح ألف دولار؟ في معلومة قالت اليوم كذب حطها تحت وبنسوي السحب وإذا جوابك صح ألف دولار كاش توصلك وين مكان لعندك وينما كنت فوق أي أرض وتحت أي جسم موسيقى 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 موسيقى